أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن وملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سمامات من طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا له معذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصغير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أب اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء إن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء إن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمنين الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماو والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه ترشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجيع الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمدنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم